السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في جزء الثالث من اعادة الامر. نحن نتكلم على اهم نقاط اعادة الامر. اول حاجة اعادة بناء البنية التحتية الاسية زي الطرق والجزور والكهرباء والمية والصرف الصحي. دي خطوة الاسية عشان نعيد الحياة الى الكطوع. يعني لو عدت مني المباني بس مية ولا صرف ولا. فدي خطوة الاسية لازم احنا نهتم بيها ونركز عليها. مع دراسة زي ما قلنا لحجم الضرر ونبدأ نشوق ايه الحاجة اللي محتاجة حاجة سريعة او ممكن احنا بمجود بسيط نرجحها تاني للعمل. وكذلك البيوت ممكن في بيوت تكون في حاجات بسيطة نبدأ ان احنا نصلحها. بحيث ان احنا نخفف الحامل والاعباء على الناس اللي عايش في المكان دوت. ولازم نركز ان ممكن يحصل اعتداء كتيري فتخلي كل حاجة لمركزية زي المية والكهرباء والحاجات دي كلها قدر امكان تكون المحطات غير مركزية لان لو هي محطة واحدة ستتدرب وخلاص. انما لو فيه في كل شارع او كل بيت محطة لتوليد الكهرباء والتوليد المية وانشوف ازاي. دي هكون مفيدة جدا. الخطوة بناء مساكن جديدة للأسر اللي فقدت منازلها في الحرب. لازم تكون مصممة لتكون مقاومة لصدمات المستقبلية قدر تطوير الاقتصاد. تعزيز التعليم والرعاية صحية. وبناء مؤسسات قوية وفعالة. وده ضروري لضمان الاستقرار وحسن الادارة. اعادة بناء الجامعات. مهم جدا. وفي البداية هتكون اونلاين. يعني هتبدأ المخاضرات تشتغل اونلاين لا يوجد اماكن. لكن لحد ما تتبني جامعات هنبدأ نعتمد على فكرة ال اونلاين. اشرت اللي واجب تغفرها في الحلول لعادة الاعمار. شرط الاولين الواقعية. ما ممكن نعمل يعني درافت كده ونقعد نتكلم حاجات خيالية. غير ممكنة. يعني ممكن نقول مثلا. هنبدأ كذا 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 كذا. بينما الوضع ان شاء الله يكون افضل. لكن ممكن يكون الوضع ان غير مسمح بدخول هذه المواد. فبش لازم تفكير بواقعية. لذلك كل مدينة او كل بلد لها وضعها الخاص. اللي لازم نحطي لها الحلول المناسبة لها. يعني هنا هنتكلم عن حلول كثيرة. قد تكون مناسبة للمكان وبش مناسبة للمكان. في حاجات مثلا شرتها. لان عارف انها بش مناسبة للدول العربية. لكن حققت نجاح في مثلا دول اسيوية ودول افريقية. كيف. الكفاءة. الكفاءة مقصودها ان يكون الحلول لعادة العمار فعالة من حيث تكلفة. يعني محنا ممكن نحط ملايين ومليارات والحاجات دي كلها. لكن فحل التانية ممكن تكون اوفر بحيث المال الموجود يكفي اكبر قدر ممكن. يعني بدل ما هيتعامل الاسرة او سلطين. يبقى يبقى عدد كبير. هي دي المقصود فكرة الكفاءة. فممكن نعتمد على المواد المحلية. زي الاحجار والخشب والصخور وهاكسب. فدي محاية الكفاءة جدا هي المسارية اللوكل. وطرق تقنية البناء التقليدية. ممكن مثلا يكون فيه اشوح غارة ويكون فيه حسب المواد الموجودة. ممكن مثلا الجريد بيصمم بيه جيود جميلة جدا. طبعا لو في مكان فيه امطار امطاقة. حدوث امطار ممكن بعد ما تعمل بأي مادة انت عايزها. تحط مشمع والمشمع ده برضو بيكون مفيد لتجميع مياه المطار. طبعا احنا الحلول دي مش هي عايزين احنا عايزين افضل حلول. لأسيادنا اللي موجودين في اماكن متضررة. لكن احنا بكلم عن حاجة مؤقتة. لازم تفرق بين الحاجة المؤقتة اللي هي المفروض يعني ايه? اول ما الامور تسمح ان انت تقدر تبني بيت بتبدأ تستخدمها. لكن في انت تعملوا موضا على احدث طراز وعلى تكنولوجيا حديثة بيوت تكون سمارت سيتي و سمارت هو. فدي المزايا بتاعت المواد المحلية الموجودة. سهولة انها تستخدمها شبه دائمة بيكون رخيصة مش محتاجة ازن تصريح الدخول وهكذا. بس بتكون محتاجة ان يبقى فيه تدريب للناس ان هما يستخدموها. وده حاجة يعني اساسية هما اللي هيساعدوا في البناء فدي هتبقى حاجة آآ ممتازة ان هم يتعلموا آآ طريقة للبناء وهو هكذا. طيب. نكمل المواقمة. الحلول مناسبة للوقت وللزمان والاحتياجات المحددة للمجتمع المتضرر. فلازم تراعي العوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية المنطقة. ما بابش مضاع المقرب خلاص لأ لازم تشوف كل العامل الموجودة واللي مناسب ليه. فيكون اسهل حاجة لكده ان ان انت تشرك المجتمعات المحلية في عملية تخطيط واتخاذ القرار. آآ فيه امثالة كثيرة جدا في مصر وفي دول كثيرة العربية ان المصمم قاعد مع الناس وعد يفهم منهم ويتكلم معيهم حاجة ازا كده. فيه اغرباء في امريكا ان كان فيه مجتمع اخوانا سودما يعني كلنا سودما وكلنا افراقيين. كان المجتمع فيه شوية مشاكل تمام. والارض سعرها غالي في الحتة دي. ففيه الناس قالوا هنستثمروا هنبني لهم ابراج ونبني لهم كذا فبدأوا فعلا حاجات تبدأوا الناس ينولوهم من المكان ده للمكان دوت على اساس المكان القديم اللي هما كانوا فيه. هيستخدم استخدام يعني آآ حاجة استثمارية. لكن فوقوا ان معدل الجريمة زاد في الاماكن الجديدة. هتقري الناس كانوا بيبدو بشكل معين بحيث ان هما يتقوا الجريمة وعارفين ان ممكن لو فيه مكان فيه بروز او حاجة كده ده ممكن حد يستخبه وراه. اللي اتبنى ما كانش مناسب كان فيه مثلا اماكن ممكن اول ما تدخل المبنى يكون في مكان على جنب كده ممكن حد يستخبه فيه واعتد عليه. فزادت الجريمة لان لم يتم اشراق المجتمع في ايه الحاجات اللي ما عايزينها. يعني ممكن يكون مجتمع آآ بيحب تربية الحيوانات مثلا المشاية الحاجات دي هات. فلازم تفكر معي ايه الحاجة الصحية اللي ممكن نحط فيها الحيوانات. بشكل صحي ما يقديش لانتقال الامراض. فهو كان هم بانوا بشكل اه بشكل اه بشكل غريزي مباني تقيههم وتقلل الجرائم لكن الحاجة اللي راحولها قدت لي زيادة الجرائم. فهنبدأ شوف موضوع الموائمة موضوع الاسدامة ان كنا تقدر الحلول تستعيش فترة طويلة وقبل التطوير وقبل التكيف مع تغيرت في المستقبل. زي ان احنا نستخدم مواد صديقة البيئة والتكنيات القبلة للتكيف مع تغير المنحة. يعني بننكلم عن العمران المستدامة اللي هو عزيم بيئة حضرية بتلبي احتاجات الاجيال الحضرة والحالية ولا تؤثر على الاجيال المستقبلية. انا ممكن اقعد ابني بدنا اقطع اشجار واستخدم المواد والناس اللي جاي بعد جدا ما تتعرفش انها تسكن. بتشمل برضو تحسين جودة المية والهوة وتشجيع استخدام وسائل نقل الخضراء في المدينة. تخفض التأثيرات السلبية لعملية تحويل الى اقصى حد ممكن. فموضوع العمران المستدامة دوت هيلي اهمية في عملية اعادة الاعمار والاستدامة البنية التحتية والتخطيط الحضري في زل التغيرات المناخية والضرورة المحافظة على الموارد الطبيعية. من ضمن الشروط برضو البساطة. الكلام ده يعني مهم جدا ان ممكن ان واحد يحط حلول تصلح لمدينة خيالية لكن بش مناسبة الوضع بتاعنا. فلازم يكون من ضمن شروط الموأمة ويكون البساطة قابلية التنفيذ. فالبساطة من ضمن الحياة يعني انت ممكن تعود تقول الحلول صعبة جدا لا احنا عايزين اوسط حاجة ممكن. الحلول دي هساعدنا ان احنا الحلول لعبة العمر تكون اكثر فعالية وكفاءة واستدامة وقبلة للتطبيق.